القضاء في العراق كغيره من مؤسسات الدولة أصابته لوثة المحاصصة الطائفية وشكل هيكله وفق ما يخدم مصالح النظام السياسي رغم للدعاء باستقلاليته حتى إن 70% من القضاء والمسؤولين بمفاصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية خاضعون بشكل أو بآخر لحزب الدعوة اليوم ومع احتفاء حكومة الإطار التنسيقي بما يعرف يوم القضاء في العراق دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيبان إلى عدم خضوع القرارات القضائية لنفوذ السلطات وهو ما عده مراقبون اعترافا ضمنيا بعدم استقلالية القضاء إن استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس إن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطة التشريعية أو التنفيذية أو نفوذ المصالح الخاصة والسياسية المتحدث السابق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار والذي جرد من منصبه أكد في وقت سابق وجود ضغوطات يتعرض لها القضاء لتبرئة سياسيين فاسدين بينهم نواب يتمتعون بالحصانة وترفض الأحزاب الداعمة لهم مساءلتهم اعتراف يفضح الدعاءات الحيادية بعد تصريح زعيم ميليشيا بدر هادي العامري الذي قال إن الأحزاب تهدد القضاء لنيل مطالبها والقضاء تشد الروح الهددة القضاء نضغط عليه نسوي كده تعال مجلسينو ووضع الفساد وين صحيح العاملات راحت إلى الفساد وجود آلاف الملفات المتعلقة بقضايا فساد مركونة على رفوف المحاكم منذ سنوات تخص نهب مليارات الدولارات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان وفق ما أكده عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي يرسخ حقيقة مفادها أن القضاء أسس لظاهرة الإفلات من العقاب ودعم تشكيل دولة تحكمها الميليشيات بعد شرعانة ما يعرف بالثلث المعطل قضاء لطالما كانت أحكامه محل شك وريبة طوال عشرين عاما مضت وهو ما عبرت عنه البعثة الأوروبية إلى العراق بوصفها القضاء العراقي بالمحطم الذي لا يعتد بمذكراته القضائية فيما وصفت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأحكام الصادرة عن القضاء ضد المعتقلين بالمسيسة